طيب يقوم ربنا سبحانه وتعالى يخصص الأمة عن الأب شوف بقى لما يجي صحابي سيدنا النبي ويقول له يا سيدي يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي الصحابة كانوا يسألوا سيدنا النبي عن كل شيء فالصحابي بيقول لي سيدنا النبي يا سيدنا النبي يا حبيبي يا رسول الله قل لي من أحق الناس بحسن صحابتي من اللي أنا أحسن صحبتهم يا رسول الله وأكرمهم قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك كم مرة ثلاث مرات أمك ثم أمك ثم أمك قال الصحابي ثم من قال أبوك يبقى الأب بمرة والأم كم مرة ثلاث مرات تفسير هذا المعنى وهذا الحديث ذكره الإمام الشافعي في مقولة الله يقول البنون نعم والبنات حسنات والله يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات يعني إيه الكلام ده يعني الولد نعمة الولد هيبقى سند ليك وعضد الولد هيبقى معك في العمل الولد هتتكئ عليه الولد هيعينك عند الكبر في أعمالك وفيما تقوم به إنما البنت ضعيفة تولد ضيفة في بيت أبيها بعد عشرين سنة هتتزوج البنت وتترك بيت أبيها وتذهب إلى بيت الزوجية فالبنت حسنة لذلك ربنا قال عنها هبة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور البنت نعمة من الله سبحانه وتعالى اللي بيزعل لما يرزق بالبنات لا تزعل ولا تغضب ولا تحزن فهذه البنت تكون سبب في دخولك الجنة اسمح حبيبي وحبيبك سيدنا النبي بيقوله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو أختان أو بنتان فعلمهن وأدبهن كن له سطرا وحجابا من النار يعني لو عندك أختين أو بنتين أو ثلاث أخوات أو ثلاث بنات وعلمتهن وأدبتهن وأحسنت إليهن كن لك سطرا وحجابا من النار ياللي زعلان من البنات سيدنا النبي كان عنده بنات كان عنده رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة الزهراء وكان يفرح بهن ويهش ويبش في وجوههن كانت إذا دخلت عليه فاطمة الزهراء قام لها وقبلها بين عينيها وأجلسها عن يمينه وقال مرحبا بأم أبيها وكان المصطفى يحن عليها حنو مودة عطفا ولينا وجاء حديثه يتلى جهارا لقد سادت نساء العالمين البنو النعم والبنات حسنات والله يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات فالأم نعمة إلي له أم على قيد الحياة يعني يحافظ على برها وعلى ودها وعلى التقرب إلى الله بتقبيل يديها ورجليها للصحابي جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول له يا رسول الله ائذل في الجهاد فسيدنا النبي قال له ويحك أحية أمك قال نعم قال فيها فجاهد فقالوا مرة تانية سيدنا معاوية السلمي يا رسول الله ائذل في الجهاد قال أحية أمك قال نعم قال فيها فجاهد فجاء في المرة الثالثة يا رسول الله ائذل في الجهاد قال ويحك أحية أمك قال نعم قال الزمرج لها فثم الجنة